هنبدأ نقول أن رمضان شهر الصوم والعبادة وأن كل ما نقلل من التخمة بتاعت المعدة كل ما روحانياتنا تعلى وكل ما طاقتنا الإيجابية تعلى وكل ما يبقى الصيام مفيد بالنسبة لها صح في ناس كتير بتفتر وتفضل قاعدة على الكنبة مش قادرة تتحرك لغاية الصحور ناس كتير فترة أن رمضان يعني أكل قلنا الإسبوع اللي فات بالنسبة للمرضى اللي اتفقنا أن هما لا يستوجب عليهم الصيام أرجو أن احنا نتبع النصايح دي لا ضرر ولا ضرر وهم المفروض يكونوا ساموا كلام حضرتك وراحوا للدكاترة رجعوا للدكاترة بباعتهم حضرتك أكدت على النقطة اللي ما يقدرش يصوم يصوم اللي عنده موانع نسبية هيصوم بحضر مع المتلع نمرة ثلاثة في مرضى كتير جدا خلاص هنسمح لهم بالصيام المرضى دول بياخدوا أدوية هيقسموا الدواء إزاي الفترة ما بين الفطار وما بين الصحور مضطرين أن احنا ناخد الأدوية بتاعتنا إذا كنت بتاخد دواء مدر للبول يعني بيعمل إضرار للبول يبقى هتاخد الدواء ده مع المغرب ليه؟ عشان لو أخدت دواء مدر للبول ودخلت الحمام كتير وجبته مية كتيرة أو بول كتير يعني أنت هتقدر تعوض لأنك في الوقت الفطار لو أخدت المدر مع الصحور هيبقى طول النهار رايح جاي بتجيب بول ومش قادر تعوضه بالمية نعم الأدوية بتاعت السكر اللي بياخدوا أقراص أقراص لعلاج السكر هنقسم الجرعة الأكبر مع الفطار والجرعة الأقل مع الصحور ليه بقى يا دكتور؟ علشان أثناء الصحور إحنا بعد كده صايمين فهنيجي على نص النهار السكر بتاعنا هيقع لكن لو أخدت الجرعة الأكبر مع الفطار هتشتغل كويس أو لغاية فترة الصحور اللي إحنا قادرين نعوض فيها نعم طب أنا عندي جزئية كده هنا وهو المفروض اللي بياخدوا حقا أنسولين أو أقراص بياخدوها قبل الأكل أيو يعني وفيه فتوى بتقول طبعا الفتوى بتقول الشرعية أن الحاجات دي تتخذ مع الأذان ما ينفعش قبل الأذان فالأذان هيأذن وهو صايم هياخد الحقنة أو هياخد الأقراص يقعد وقت تدقيه عشان يفتر ويقدر يشرب مياه إيه اللي يقدر ياخده في الوقت تانو صايم الواحد عارف آخر سانيتين دول نبقى صبرين 15 ساعة ونجي في آخر دقيقة دي مش قادرين نصبر 10 دقايق إلى ربع ساعة يشرب فيهم مياه ممكن هاخد حونة الإنسولين مع المدفع أو مع الأذان على طول تمام هاخد حونة الإنسولين وهنتظر 10 دقايق العشر دقايق دول اللي أنا هشرب فيهم المياه ممكن عصير معهم ولا لا والله إذا كنت مريض سكر هنبعد عن العصائر المحلب السكر هنقول العصائر الطبيعية يعني بالنسبة للمريض السكر عندك العصائر الطبيعية عصير البرتقان عصير اليوسفي عصير الجوافة بس ما كنتش متحلي عمر الدين لأ لا أمر الدين لأ ده مش مش مستوى السكر اللي فيه عالي جدا والطمر برضو فيه نسبة سكريات عالية كتير نعم فيه مشروبات بقالية مشهورة في رمضان زي الكركدي الكركدي والدوم من الحاجات الكويسة بس ما كنتش متحلية بالسكر برضو ممكن سكر دايت سكر دايت أو نص معلقة عسل صغير تمام المرضى الضغط ومرضى الكبد أو الناس اللي عندهم استسخة يبعدوا عن العرق سوس ترجمة نانسي قنقر